أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على تميز العلاقات البحرينية الهندية والتي تشهد تناميا مستمرا على كافة الصعد منوها سموه في هذا الصدد إلى ما يجمع بين البلدين الصديقين من تعاون في شتى المجلات والتي عكستها الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات والتي أثبتت مدى عمق العلاقات التاريخية الممتدة والدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله يوم أمس دولة السيد نارين درامودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من المسؤولين حيث رحب سموه بدولة السيد نارين درامودي متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني البحرين وأشار سموه إلى حرص المملكة على مواصلة العمل على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند الصديقة على كافة المستويات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية والاستثمارية التي تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين ويلبي التطلعات المنشودة وأثناء سموه على دور الجالية الهندية في مملكة البحرين وأساماتها في عملية التنمية والتي هي محل تقدير من المملكة وأشار سموه إلى همية استمرار توطيد التعاون الثنائي مع الهند في كل ما من شأنه أن يسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية ورفض الاقتصاد بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وخلال اللقاء استعرض سموه مع رئيس الوزراء الهندين نارين درامودي المواضيع ذات الاهتمام المشترك وهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية منوها سموه بالدور الذي تقوم به جمهورية الهند إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه يعرب رئيس وزراء جمهورية الهند صديقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائل الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الهندية والدفع بها نحو أفق أرحم متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه